السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا تمرين ثاني يقول write the program which asks the user to type a positive number N and prints the sum 1 plus 2 plus إلى غير ذلك N يعني أن البرنامج سيطلب إدخال قيمة وحسب هذه القيبة حيقوم بجمع القيم من 1 إلى N مثلا لو الآن تساوي 4 الكمبيوتر حيجمع 1 مع 2 مع 3 مع 4 وسيطبع القيمة 10 لحل التمارين أقترح عليكم الكودة التالي إذن نقوم بتعريف متغير N أطلب من المستخدم إدخال قيمة enter number N سأدخل القيمة إذن CIN N سأعرف متغير أسميه sum int sum في البداية تسوي 0 وهذا السم سأضيف له كل القيم من 1 إلى N إذن أسوي for loop for int i يسوي 0 i أصغر من N i++ إذن الـ i سيأخذ كل القيم من 1 عفوا قلنا أن يجب أن يبدأ من 1 إلى N إذن أصغر أو يساوي N وسأكتب أن السم يساوي القيمة القديمة للسام مع i إذن سنوضيف القيم قيمة i التي هي في البداية 1 أضيفها للسام ثم ستصير 2 ثم ستصير 3 كل هذه القيم سنوضيفها إلى السام في نهاية البرنامج سنطبع السام is أو بيمكني أطبع مباشرة السام ما هي المشكلة end of line أقوم بـ build للبرنامج ثم execute enter a number in لو دخلت القيمة 4 شوفنا في المثال أن المفروض يطبع لي 10 طبع لي الكمبيوتر 10 ونفذ البرنامج مرة أخيرة لو عندي 10 النتيجة هي 55